مرة أخرى ينكشف حجم التغلغ للإيراني في العراق ومدى رغبة طهران بالقضاء على أي محاولات لإعادة العراق إلى وضع طبيعية كدولة مستقلة تحظى بثقة مواطنيها وتفرد هيبتها بسلطة القانون القيادي سبق في منظمة بدر عبد الرزاق الحيالي والذي شق من المنظمة معتارضا على حجم الولاء لإيران من قبل زعيمها هذه العامر وقادة آخرين في بدر كشف عن تفاصيل جديدة عن تدخل السفارة الإيرانية بشأن الوطني العراقي وخروج عملها عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة حيث روى لحيالي تفاصيل عن مشدة كلامية حدثت بين السفير الإيراني السابق والقيادي في الحرس الثوري حسن دنائف وبين وزير الداخلية العراقية الأسبق محمد الغبان انتهت بإهانة كبيرة وجهها السفير للوزير العراقي السفير الإيراني بسق بوجه أبو سجاد الغبان محمد سالم الغبان اللي هو كان وزير داخلية بسق بوجه التفل علي وليست هذه الحادثة والأولى التي تعرض فيها الغبان إلى إيهانة كبيرة من إيران بل تلتها حوادث أخرى أبرزها حادثة الاحتجاز التي تعرض لها أثناء محاولته الدخول مع موكبه إلى منطقة جرف الصخر والتي تسيطر عليها كتائب حزب الله تلك الحادثات روى تفاصيلها رئيس حزب الحق العراقي أحمد لمساري خلال مقابلة متلفزة أكد فيها أن الغبان الذي كان وزيرا في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبدي اعتقل من قبل فصائل مسلحة تسيطر على بلدة جرف الصخر حين حاول الدخول إلى البلدة مشيرا إلى تدخل جهة في الدولة العراقية حينها من أجل إنهاء خطف وزير الدخلية الأسبق محمد الغبان أي حكومة أخرى أو أي وزير آخر أنا ما أعتقد السفير الإيراني يطلع سالم يمشي على وجلية مستحيل وإذا كان بزمن النظام السابق يمكن يخليه يرجع إلى إيران بس يشد على صاروخ ويودي إلى إيران